الاثنين القادم 12 يونيو بإذن الله سوف يتوجه إلى لجان الامتحانات في السنوية العامة قرابة 750 ألف طالب يحدوهم الأمل أنهم يحققوا نتيجة هم وأهلهم تعبوا فيها طوال هذا العام عايزين نعرف إيه الجديد في امتحانات السنوية العامة هذا العام نظام الامتحانات نظام التصحيح نتكلم على مكتب التنسيق نتكلم على الضوابط كل ده مع ضيفي الكريم 40 سنة تخصص سنوية عامة وتعليم الكاتب الصحف الكبير مدير تحرير أخبار اليوم الأستاذ رفعة فياض سيد الخير أهلا سيد الخير اسمه حامد أهلا بي إذا جاءت السنوية العامة جاء رفعة فياض أهلا بي طيب تعالى نتكلم على شكل السنوية العامة هذا العامة مختلف عامة مضى ولا في جديد لا زي ما حضرتك شرط في إجمال عدد الطلاب بالتحديد حوالي 783 ألف طالب وطالبة هيبدأوا يوم الاتنين القادم إن شاء الله 12 يونيو بس الأسبوع الأولاني أستاذ محمد هيبقى امتحان يومين اتنين واربع للمواد التي لا تضاف للمجموع لكن شرط نجاح وهي في اليوم الأولاني مادة التربية الدينية ومادة التربية الوطنية اليوم اللي بعديها الاقتصاد والإحسن أما امتحانات السنوية العامة في المواد الأساسية اللي بتضاف للمجموعة تبدأ يوم 18 يونيو يعني الأسبوع التالي وبمادة اللغة العربية في أول يوم على طول يدخل على العيد هتبقى فيه أجازة عيد ثم تستمر الامتحانات حوالي أسبوع ونص لتنتهي يوم 13 يوليو القادم يعني ما يقرب من شهر شهر الامتحانات عشان أجازة العيد في النص طبعا ميزة الامتحانات النهف الغالب يومين اتنين في الأسبوع وبالتالي بتدي راحة شديدة جدا للطلاب السنة اللي فاتت واللي قابليها أستاذ محمد احنا كنا مشينا على شكل جديد لامتحان السنوية العامة وهو في شكل الامتحانات اسمها نظام الأسئلة بنظام الاختيار المتعدد أنا وانت امتحاننا في المواد بتاعتنا كان أجب عما يأتي يأتي يدينا أربع خمس أسئلة في المادة ونجاوب عليها وكل سؤال قد يكون عليها 10 أو 12 درجة إذا فقدنا سؤال منهم بتيبقى مشكلة كبيرة جدا لأنك بتفقد كم كبير من الدرجات بالإضافة اللي أنا وانت كنا ممكن ننشن على موضوعات معينة في المقرآة وفي احتراف المدرسين يعودون على التنشين فبدأنا نطبق نظام الاختيار المتعدد أن يقول لك أجيب لك أربعين سؤال في المادة يعني من بداية أول ورقة في الكتاب لآخر ورقة في الكتاب بس الأربعين هما بنفس الدرجات والإجابة إجبارية الإجابة إجبارية وما فيش فيها اختياري فبيجي لأربعين سؤال سؤال والإجابة عليه أربع إجابات تختار منهم الإجابة الصحيحة أربعة مش تلاتة لا أربعة تختار منهم الإجابة الصحيحة من وجه النظر تختارها إزاي هتسود في الديرة قبل الإجابة الصحيحة أي أنك أنت مش هتكتب وتعبر عن نفسك وخلافه ولكن بتسود على الدوائر في الإجابة كانت السنة اللي فاتت واللي قابليها هذا الشكل اللي انت هن يجيب لك إيه الإجابة مثلا السؤال وإجابة قد يكون فيه هنا إجابة 100% وإجابة احتمال تكون صحيحة وإجابتين غلط احتمال تكون صحيحة يعني اللي مش مذاكر كويس ممكن يطلقبط هل دي ولا دي وبالتالي أمرار كثير من الطلبة كان يخرجوا مش عارفين هم جاوبوا بشكل دقيق ولا لا السنة دي الموقف هيختلف ليه بقى ودي بتعليمات من الدكتور رضا حجازي قال أن ما تدي لك أربع اختيارات الاختيار واحد منهم فقط هو الإجابة الصحيحة وبقيت الاختيارات كلها غلط يعني إذا هتبع عارف موقفك تماما إن الإجابة دي صحيحة سويت تعليقها يبقى تاخد الدرجة بتاعتها كان السنة اللي فاتت واللابليها كل شكل الامتحان بنظام الاختيار المتعدد فيما يسمى بنظام البابلشيت فالإجابة في نفس القراص لكن طبنا ما احنا هنسود على الإجابات كده مثلا مادة اللغة العربية فيها موضوع تعبير هسود عليه كده وبالتالي كان السنة اللي فاتت واللابليها لأول مرة في تاريخ السنة والعامة لا يوجد في مادة اللغة العربية وامتحانها موضوع تعبير هنا دي نوع من العوار في شكل الامتحان ده لأن أقدر أن أنا بعد كده عايز أخش كلية الحوة ولا كده أنا المفروض بتدرب على كيفية إعداد مذكر الدفاع وخلافه من إيه تزد وعبر واطرح القضية لا أبدأ أكتب فلابدأ أعبر عن نفسه فتم الاتفاق إن السنة دي هيبقى 15% من الأسئلة نظام أسئلة مقالية بس هتبقى في ورق الواحدة أكتب سواء في مادة اللغة العربية أو أي مادة أخرى أسئلة مقالية والـ 85% بنظام الاختيار المتعدد بتاع السنة اللي فاتت واللي قبله طيب الاختيار المتعدد ده بيتم تصحيحه إيه تصحيحه إلكتروني طيب الأسئلة المقالية إنما بسود على الإجابة وبدأ خلل بعد كده بدأ خلل ورقة الإجابة تحت الماس السكانر هو بيرى متبرمج إيه الإجابة الصحية وبدأ يحسبها لي في سنة طيب بالنسبة للأسئلة المقالية يبقى لو بدنا مدرس صحاح يصححها إزاي أقرب إلى الإلكتروني أنا دلوقتي ككنترول أروح مسور الإجابة بتاعت الطالب اللي أجاب عليها بالنسبة للأسئلة المقالية صورته أروح بعيدها مثلا للأستاذ محمد وبعيدها لمدرس تاني آخر ما يعرفوش بعض على رقم حساب هو عمله على الكمبيوتر صفحة عملها على الكمبيوتر بيتلقى فيها من الكنترول المواد اللي هيصححها يبدأ يصححها على الكمبيوتر ويبدأ يحط الدرجة على الكمبيوتر ويرسلها إلى الكنترول هتيجي الدرجة اللي أنت اديتها وزميلك آخر اللي أنت ما تهرفوش إدى درجة لطالب واحد على الأسئلة المقالية أيهما أفضل إحنا الاثنين ممكن يتفقوا في الدرجة طب لو اختلفوا يبدأ في الحالة دي أن تعرض على مدرس آخر مدرس أول عشان قد يجمع ما بين الدرجتين وياخد المتوسط وقد ياخد الدرجة الأعلى بالنسبة للطالب يعني في جميع الأحوال الطالب هنا مستفيد فده الشكل بتاع الامتحان اللي هيتم طبعا هيظهر برضو السنة دي ما عادتش المجميع الفلاكية الغريبة اللي كنا احنا بنسمعها من 99.9% من 10% وخلافه لأن مواصفات الورقة الامتحانية عالميا يجب أن يكون فيها على الأقل 10% من الأسئلة تقييس قدرة الطالب المتميز عشان قدر أفرق ما بين طالب وطالب وبالتالي شو ده اللي يطلع الأول وده اللي بعدها وده اللي بعدها لابد يكون فيه 10% على الأقل احنا تعودنا كأولياء أمور وطلاب إذا ما قفلش الامتحان يطلع يعاية خارج اللجنة لأنه محلش الامتحان كله لو أنا عملت لك امتحان يجاوب عليه الطلاب جميعا صح؟ كلهم كارثة ما أوزحهم إزاي على الكليات وبأي مجموع وإزاي أفرق ما بين اللي زاكر واللي ما زاكرش واللي اكتهد بشكل كبير قوي واللي اكتهد بنسبة 90% و80% وكذا يعني إذن هيكون فيه حوالي 10% من الأسئلة لقياس قدرة الطالب المتميز اشتركوا في القناة